مبارح بعد التبرين كابتن سيد عبد الحفيز كان لي مجموعة تصريحات أكد من خلالها أن الفريق جاهز تماما وأنه عنده حماس كبير لهذه المواجهة وذكر جملة مع كامل الاحترام لإمكانيات ولإسم ريال مدريد الأسباني قال تحدثت مع اللاعبين بأن جماهير النادي في كل مكان تقف خلفهم وكعاداتهم ينتظرون منهم المزيد وأكدهم أن هم قدوة في نهاية المطاف وقال أن يقدموا في هذه البطولة حتى هذه اللحظة بطبيعة الحال زود كتير من طموحات وأمال النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وثقتهم في أن هم قادرين بالفعل على اللعب بأفضل ما لديهم والسعي للوصول إلى المباراة النهائية قال كمان هنلعب هذا اللقاء بشخصية النادي الأهلي اللي دايماً بتكون ملازمة لنا وأنه طالب اللاعبين بأنهما يتحلوا بالهدوء والتركيز ويلعبوا بروح الفنلة الحمرة لمدة 90 دقيقة وقال أن حديث المدير الفني لريال مدريد عن النادي الأهلي واحترامه لنادي قرن في إفريقيا وتاريخه هو أمر جيد جداً وفي نفس التوقيت يدعو للتركيز الشديد في هذه المواجهة كلام مهم طبعاً كلام مهم وحلو أن نحن نشوف التصريحات المختلفة دلوقتي من أعضاء مختلفين في البعثة سواء في الجهاز الإداري والفني أو حتى في اللعيبة ترجمة نانسي قنقر